بايدن يقدم مبادرة هو نفسه من يعلن في القطاب أنها اقتراح ومشروع وخطة إسرائيلية فكيف بها تتحول إلى مبادرة أمريكية ويتحدث الناس حولها باعتبار مبادرة أمريكية بل ويحاول بايدن الحصول على موافقة إسرائيلية على المبادرة التي هي في الأصل قال لنا أنها إسرائيلية طبعا هذه غرابة الموضوع الذي يدل على حساسية العلاقة بين بايدن ونتنياهو وحساسية العلاقة التي وصلت بين واشنطن وبين تل أبيب من الواضح أن هذا مقترح إسرائيلي تم نسج مع الأمريكي يعني كان مدير المخابرات الأمريكية بيرنز ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ماجوريك كانوا يسوغون هذا الأمر ونحن لم نفاجأ كثيرا بأن مضمون هذا المقترح أو هذه المبادرة كان تقريبا وقيل ذلك كان مشابها لما وافقت عليه حماس ورفضه الإسرائيل سابقا إذن تسويق بايدن هو تسويق اضطراري لشعوره بأنه هو في مأزق وإنتنياهو في مأزق وأن أفضل طريقة كي يعني يغلق باب المأزق ذا هو أن يقدم هو المبادرة نيابة عن نتنياهو كي يخفف من حدود الإحراجات التي ستشكلها عملية التفسيرات لهذه المبادرة لنلاحظ الآن أن هناك تفسيرات إسرائيلية مختلفة تصدر حتى بيانات متناقضة عن نتنياهو وأيضا هناك انتظار رغم الترحيب الأول من حماس في هذا الأمر ولكن هناك شبه إجماع دولي تقريبا وإقليمي على دعم هذه المبادرة للشعور بأنها يعني ربما تكون وأنا تقديري في حال فشلت هذه المبادرة لن يكون من السهل طرح مبادرة في فترة قريبة لاحقة ترجمة نانسي قنقر